السلام عليكم. الله وسلام بكل متابعين القناة. اه شفت الستات كتير فيديوهات كتير لستات كتير ما شاء الله عليهم ابتدوا يحوشوا اه عملوا ايه حوشوا بقى القشرة بتاعة اللبن او الوش اللي بيطلع من اللبن الحليب. وبعد كده عملوا بيه زبدة او سمنة بلدي. فقلت يعني ايه ما فيش مانع ان انا اخد فرصيت انا كمان يعني طالما نجحت مع الناس كتير يبقى ممكن ان شاء الله باذن الله تنجح معي. وبالفعل ابتدت بقى ان انا ايه اغير اغير نوعية اللبن اللي انا بستخدمه. يعني ما بقيتش اجيب اللبن المبسطر اللي هو يعني بدون ذكر اسماء القلبن المبسطر اللي انتم عارفينها. وابتدت اجيب اللبن الحليب السعيب عشان اغليه. واطلع الوش بتاعه وابدأ احوش من هنا الرمضان كمية كويسة عشان اعمل بيها بعد كده سمنة البلدي بتاعة رمضان. تمام? بس للأسف الشديد بقى واجهتني مشكلة كبيرة جدا. ومحدش مشكلة كبيرة جدا. وبالنسبة لي لحد ما لقيت لها حل الحمد لله. آآ المشكلة اللي وجهتني ان ولادي للأسف الشديد يعني ما تقبلوش طعم اللبن السعيب نهائي. خالص. بكل الطرق مش حابين ان هم يشربوه خالص. تمام? آآ وعرفت بعد كده ان انا مش في المشكلة دي الواحد. يعني معظم الاطفال اللي بيبقوا متعودين على طعم القلبن المبسطرة اللي هي جهينة والحاجات ديت والكلام ده كله آآ بيبقوا مش متقبلين طعم اللبن السعيب. فجدني فكرة كده الصراحة بس ايه? قلت ان انا مش هينفع ان انا استسلم ليها يعني آآ مش هتبقى مش هقدر احوش على رمضان الجاي ولا حتى رمضان اللي بعد الجاي. يعني انا قلت ايه? قلت خلص بقى هارجع للبن بتاعي تاني واللبن المبسطر بتاعي هشربه لولادي لان انا عندي هنا في البيت روتين اساسي يوميا التلات ولاد لازم يشربوا كوبات لبن الصبح. تمام? فبالفعل انا كنت هحوش كمية كويسة على رمضان. فانا قلت خلص بقى هارجع للبن العادي بتاعي واللبن السايب دوت هبقى اجيبه وبعد كده ان انا هستخدمه في ايه بقى هستخدم يعني الاكلات اللي هي بتبقى محتاجة لبن زي الرز بلبن البشاميل الكلام ده كله. بس لقيت ان هي مش هتبقى مجدية معي ومش هتطلع لك ميك كويسة. لان مش كل الاكلات داخل فيها لبن. يعني فين وفين لما الواحد بيعمل اكلة داخل فيها لبن. فقلت لان انا لازم الاقي علاج للبن السايب عشان ولادي يحبوه ويشربوه تاني. تمام? انا الصراحة حاولت اجرب ان انا اعالجه بالكاكاو او بالنسكويك والكلام ده كله النسكويك والكاكاو ما دراش على الزفارة بتاعته. بس اجربت حاجة يعني الصراحة نفعت معي جدا ويا رب تفيدك انتم كمان. لان بجد هتفيدك ان شاء الله الكريم شانطي اللي هو ده. اللي انتم عارفينه كريمة كل هفك اللي هي العادية ديت. على كل كوباية لبن لكل طفل بتحطي ربع معلقة صغنونة خالص يعني حاجة مش مكلفة نهائي. ربع معلقة بالمنزر دوت. دي كافلة ان هي تشيل اي زفارة في اللبن. ويا سلام بقى لو كان اللبن سائع شوية بيديله قوام كريمي كده زي الملشك. بيخلي طعمه تحفى. تحفى حتى انت كمان لو مش بتحب طعم اللبن السايب جربت اعملي عليه كده. معتقدتي ان هي فيها كالور كتير ان هي ربع معلقة صغنونة وتقلب كويس وتدي الاطفالك يشربوه. وبقي بعد كده بقى بجد والله العظيم. ايه بقي بعد كده يعني لحق ايه على اللبن يعني لحق على اللبن اللي هم عايزين يشربوه بالربع معلقة كريمة ديت. بس تقلب كويس جدا ان هي يعني تدوب طيب انا هبقى اتصرف بعدين. ان هي تدوب في اللبن. وبتدي له قوام كريمي وبتدي له طعم تحفى جدا. واستنوني في الحلقة الجاية بازن الله هقولكم على سر بقى خليك تطلعي ايش تكسير من اللبن. قالت هولي واحدة صادقتي سوريا من ارياف سوريا بقى يعني مش يعني الخير كل ربنا يفق قربوهم وينصرهم يا رب الله هم امين. هقولك زيت تطلعي اشتق كتير قوي من كيلو لبن واحد. تمام? وهشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.